قيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه والصلاة والسلام لا ثماني الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الأفاضل وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجددا لنتحدث اليوم عما يفرج الله به الهم والغم فإن المشاكل مشاكل الحياة تتخلل حياة كثير من الناس والهموم تملأ ديارهم مما يدفع الكثير منا بالشعور بالقلق والهم واليأس لكن المؤمن لا يستسلم لها المؤمن يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن الله تعالى هو الذي يفزع إليه كل مكروب وهو الذي يغيث كل منكوب المؤمن يدعو الله تعالى موقنا بالإجابة وهو يعلم بأن حسن الضم بالله مما يفتح باب السماء ويزيل كل المشاكل والهموم ونظرا لأهمية الدعاء نريد في بداية هذه الحلقة أن نتحدث عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس في الطائف قائلا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سختك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت به المشاكل والهموم ولما تلقفه أهل الطائف ورجموه بالحجارة حتى سال الدم الطاهر من قدميه إنه لم ييأس بل توجه إلى الباري عز وجل رفع أكفة ضراعة إليه وشكى إليه همه وغمه وبعده جاء الفرج من الحق جل علا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام أنواعا من الأدعية التي بها يفرج الهم والغم قال صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني إلا أذهب الله تعالى همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام حينما تشتد بهم الأمور وتغلق دونهم الأبواب أنهم يقصدون باب الرحمن ويطرقون الأباب ويرجونه ويأتي الفرج فربنا عز وجل هو الذي أمرنا جميعا بالدعاء فالدعاء هو مخ العبادة وهو دليل العبودية لله جل علا أمرنا الله تعالى بالدعاء في جميع الأمور التي تخصنا واعتبر هذا الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه إذا أخلص النية فيما يريد عادة ما يلجأ الإنسان إلى الله تعالى حينما يريد تحقيق أمر من الأمور أمر يشغل في الدنيا مثلا الإنسان يبحث على توسيع الرزق أو يبحث عن النجاح في الامتحانات أو يبحث عن الزواج زواج يكون لائقا به أو يبحث عن إنجاب الأولاد أو أنه يبحث عن النصر على الأعداء إذا كان قد تعرض للضم وللإهامة كل هذه الأمور الإنسان يحتاج إليها وهذه الأمور لا تتحقق من دون التوكل والاستعانة بالله تعالى وهناك شروط لكي تتحقق الغاية المنشودة فمن أهم شروط استجابة الدعاء أن يكون الإنسان صالحا في نفسه مبتعدا عن الخطايا والشرور على قدر ما يستطيع لأن الإنسان إذا كان في قلبه يحمل سوادا أو يحمل ضغينة أو يحمل كرها بلا سبب هذا من موانع استجابة الدعاء كذلك الإنسان لدعائه مستجاب لابد أن يكون محافظا على الصلاة ولا يتركها لأنه لا يتصور إنسان تارك للصلاة إنسان متهاون في أذائها يدعو الله تعالى ويستجيب له لابد من شروط استجابة الدعاء المحافظة على الصلاة وعدم تركها كذلك الإنسان يبتعد على قدر ما يستطيع عن المعاصي خصوصا أكل الحرام لأن الذي يأكل الحرام الله عز وجل لا يقبل منه عملا أربعين يوما كل ما دعا إلا وجد باب السماء مغلقا فلابد من الابتعاد عن الحرام إذا كان الإنسان هو يريد الصلاة لكنه يتلبس بالخطايا والمعاصي رغم نفسه ماذا عليه أن يفعل عليه أن يكثر من الاستغفار لأن الذي يكثر من الاستغفار على الرغم ما فيه من ذنوب وخطايا ومعاصي الله عز وجل يلتمس له العذر فالاستغفار هو السبيل الوحيد للإنسان حتى يتجاوز الله تعالى عن خطاياه وعن ذنوبه ويفتح له باب التيثير أما إذا أراد أن يكون الدعاء يسير بسرعة إلى الله تعالى ما عليه إلا من الإكثار من التسبيح والتهليل في كل وقت وحين سبحان الله لا إله إلا الله هذا كله يعطيه نورا نية يعطيه قدرة مذهلة حينما يدعو الله جل علاه فإن الدعاء يسير بقوة البرق يصل إلى السماء ويقول الله عز وجل لأستجيبن لك ولو بعد حين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الكرام ويعلم الأمة من بعدهم على أدعية كثيرة لكي يسر الله أمورهم من ذلك مثلا كما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأي أمر عسير لتسهير الأمور وتيسيرها مثلا امرأة عند الولادة شق عليها الإنجاب طالب في الامتحان شقت عليه الإجابة في الجواب الملائم للسؤال الملائم تاجر يبيع ويشتري فوجد هناك قلة في الرزق مواطم دخل إلى إذارة فلم يعرف كيف يتصرف يقول هذا الدعاء ربنا عز وجل يسهل له الأمر كل في كل شؤون الحياة فلاح يفلح بناء يبني شرطي في طريق المرور أي إنسان عنده صعوبة بل حتى رئيس حكومة في برلمان تعذر عليه الاستجابة إلى برنامجه الانتخابي ووجد معارضة شديدة ووجد الهموم من كل جانب ما عليه إلا أن يكثر من هذا الدعاء بقلب صادق وسوف يرى عجائب الرحمن هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع صحابته الكرام وهو النبي المعصوم من الخطأ القريب من الرحمن ومع ذلك كان يكثر من مثل هذه الأدعية ويعلمها الصحابة ويطلب منهم أن يعلموها إلى التابعين وإلى تابعي التابعين وإلى كل الأمة الإسلامية هذه الأدعية اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مثل هذه الأدعية التي بها فتح للأبواب المغلقة الإنسان قد يبتلى بشيء من الكرب والهم والحزن لا يملك العبد حينها أن يتخذ الأسباب التي تمكنه من التخلص من هذا الهم إلا أن يناجي رب العالمين فهذا هو الذي يفرج الكروب ومن الأدعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأن كله لا إله إلا أنت هذا دعاء كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق يقول له هذا الدعواء يقول أي واحد عنده شدة وعنده هم يقول ربي غيف تحلي بابتسير اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأن كله لا إله إلا أنت كذلك يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ذنون يونس عليه السلام الذي دعا به في بطن الحوت فأنجاه الله تعالى هذا الدعاء أوله تهليل وأوسطه تسبيح وآخره إقرار بالذنب كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بهذا الدعاء رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له هذا الدعاء مهم سيدنا يونس كان في بطن الحوت دعا به وربنا عز وجل فتح له باب التسير وأخرجه من بطن الحوت سالما غانما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهذه الأدعية كثيرة وكثيرة جدا فيها خير عظيم وفيها بركة عظيمة إلا أن الناس لا يكاذون يهتمون بها سمعنا من خلال المكالمات الهاتفية التي نتلقها في هذا البرنامج أن مجموعة من الناس عندهم ديون يعانون من الفقر ويعانون من قلة الرزق وهذا الأمر أيضا له أسباب لكن إذا تعذرت الأسباب ما علينا إلا ترق باب رب الأسباب جاء في الحديث في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخذري قال ذخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة كان حزينا وكان يضع رأسه بين يديه وركبتيه مهموما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون تراكمت علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة كسل وأعود بك من الجبن والبخل وأعود بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبا أمامة ففعلت ذلك فما هي إلا أيام معدودة حتى أذهب الله عز وجل همي وقضى علي ديني لاحظوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي أمامة بأنك مديون وفقير هيا بنا نتسول وندعو الصحابة في المسجد ليجمعوا لك تبرعات وإنما النبي الأكرم كان يربي صحابته على العفة وعلى عدم مد اليد كان يقول لهم لا تمدوا أيديكم إلا لله الواحد الأحد ارفعوا أيديكم فقط للبار عز وجل دعاء بسيط إذا قاله العبد المؤمن من أعماق قلبه فإن الله عز وجل يقضي حاجته أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعود بك من الهم والحزن وأعود بك من العجز والكسل وأعود بك من الجبن والبخل وأعود بك من غلبة الدين وقهر الرجال فهذه كلها أدعية مباركة فيها تسير الأمور بعض الناس خوف خوف فجائي وهو الفزع ويقول ويقول عندها العبد المؤمن لا إله إلا الله إذا جاءه الخوف الفجائي الذي هو فيه الفزع يرده بكلمة لا إله إلا الله ما حقيقة هذا الخوف الفجائي هو أن إبليس ينفخ في الإنسان يعطيه شرار فيشعر بالهلع أن تترد تلك الشرار عليه بكلمة الإخلاص بكلمة التوحيد تقول عندها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيخرج الخوف الفجائي ويتطهر قلبك من الفزع هكذا ما رواه الإمام البخاري ومسلم أما إذا كان الخوف ملازما كالخوف من الأماكن المغلقة حل مثلا المصعد أو الخوف من الاختلاط بالناس مخافة القيل والقال أو الخوف من الحيوانات قطط أو فئران أو صرصير أو حيات أو عقارب أو الخوف من الأماكن المرتفعة فكل هذا خوف يكون ملازم للإنسان له حل أولا أن يحس يشعر الإنسان بمعية الله تعالى لما تشعر بالخوف استشعر أن الله معك تشعر بمعية الله ثم تقرأ ما تيسر من الأذكار التي بها يحفظك الله مثل آية الكرسي تسمى آية الحفظ آية العرش آية الكرسي الله لا إله إلا هو وصورة الإخلاص ثم صورة الفلق والناس تسمى المعودتين هذه الآيات قراءتها تعطي للإنسان سكينة وتعطيه هدوء وتعطيه خيرا مباركا ربنا عز وجل يحكي لنا في كتابه العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار فشعر صاحبه أبو بكر شعر بالخوف ماذا قال له إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا تشعر بمعية الله معك لأنك أنت دوما مع الله مع الله خمس مرات في اليوم في الصلاة ومع الله طيلة اليوم بالأذكار فحاشى وكل أن يتخلى عنك الله لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها كذلك لما شعر المسلمون بالخوف من الجنود جنود الكفار والمشركين ماذا قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هذا جاءت في سورة الفتح الإنسان لا ينبغي أن يشعر بأنه وحيد إذا ظلم وإذا تم الاعتداء عليه يستشعر بأن الله معه والله تعالى عنده جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود الله كثيرة الريح جند من جنود الله الأمراض والأسقام جند من جنود الله الجنود لا تعد ولا تحصى فالمؤمن إذا كان قريبا من الله رغم أنه يتعرض للضم ويتعرض لتعسفات ويتعرض لنسف حقوقه مع ذلك لا يخاف لماذا لأنه هو مع الله وربنا عز وجل يقر في قلبه الإيمان والطمأنينة والسكينة وهو القائل جل علا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أما الخوف من قوم أو الخوف من أشخاص بعض الناس ربما عنده شخص معين يخاف منه إما رئيسه في العمل إما إنسان مستبد في الحي ظالم مسيطر إما فولان أو علان كل واحد عنده ربما شخص يخاف منه فكيف السبيل لرده هناك أسباب كثيرة لكن أبسطها وأقربها هو الدعاء أن تقول اللهم كفنيهم بما شئت اللهم كفنيهم بما شئت هذا دعاء كما قال الله عز وجل فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى كفار قريش اجتمعوا مع بقية القبائل قبيلة أسد وتميم وحمير وغطفان وكل الأعداء تكالبوا قال الله تعالى لا تخاف فسيكفيكهم الله وفعلا الله تعالى كفاه ونصره نصرا مبينا فلهذا الذي عنده خوف من قوم أو خوف من أشخاص معينين أو من شخص معين لا تخاف أبدا لما تكون إزاءه قل هذا الدعاء اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت وربنا عز وجل يلقي في قلوب هذه الفئة خوفا وهلعا من جهتك وينصرفون عنك وقد ورت على هذا الدعاء قصة عجيبة في السنة النبوية وهي قصة غلام آمن بالله فأراد السلطان ملك ذلك الزمان أن يتخلص منه فأمر جنده أن يأخذوه إلى جبل عال ويرمى به من فوقه فلما صعدوا به وهموا أن يرموه قال هذا الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فارتج بهم الجبل وسقطوا ثم رجع الغلام سالما إلى السلطان ثم أمر هذا الملك في ذلك الزمان أمر جنده أن يأخذوه إلى عرض البحر فيقذفونه في الأمواج المتلطمة فلما قاموا بربطه بالسلاسل وأخذوه إلى البحر أرادوا أن يرموه فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فجاءت الأمواج المتلطمة فغرقت السفينة بالجنود ورجع الغلام سالما كما كان ثم أمر جنده وكان ذلك لشدة إيمان الفتى بقدرة الله ومعيته فكان الغلام دائما ينجو بهذه الكلمة كلمة فاكفنيهم بما شئت فيا أيها الأحباب الكرام نريد من خلال هذه الحلقة أن نتبت هذا الأمر في قلوب جميع السادة المستمعين وهو أن الإنسان قد يشعر بظروف صعبة في حياته إما بفقر شديد وإما بهم كبير فما عليه إلا أن يدعو الله عز وجل وربنا الكريم المتعال يرحمه ويفتح له باب التيسير يا رب يا كريم نسألك في هذه اللحظة الطيبات المباركات أن ترحمنا أجمعين اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين كل من كان يعاني من هم أو غم أو فقر أو مصيبة اللهم عجل له بالفرج اللهم عجل له بالفرج فيا أيها الأحباب الكرام يقول رب العزة جل علاه وقال ربكم اذعوني أستجب لكم وقال جل علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا ذعان فمن كان عنده اضطرار وعنده مشاكل فإن الله تعالى هو الذي يكشف السوء وهو القائل أما يجيب المضطر إذا ذعاه ويكشف السوء هيا بنا جميعا ندعو الباري جل علاه بكشف الهم والغم وأن يفتح لنا أبواب الاستجابة اللهم يا رب العالمين يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمان الدنيا والآخرة نسألك اللهم أن ترحمنا برحمة من عندك تغنين بها عن رحمة من سواك اللهم يا رب العالمين يا حاب سيد إبراهيم عن ذبح ابنه يا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله يا دل جلال والإكرام يا كاشف ضر أيوب يا مجيب دعوة المضطرين وكاشف غم المغمومين نسألك اللهم أن تزيل هموم عبادك أجمعين وتفرج هموم أحباتك كلهم أجمعين برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين